اهلا بحضراتكم من المعروف انه مع ثورة الاتصالات والتطور التكنولوجي اصبح تسجيل المكالمات والتجسس على التليفون او غيرها من وسائل الاتصال الاخرى من السهل انها تحصل طبعا دي جريمة يعاقب عليها القانون لان الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة سواء كان بالتصنط على المكالمات التليفونية او تسجيلها كذلك التقاط الصور ونشرها يعد تعديا صارخا على نص دستوري يصون ويحمي الحياة الخاصة لكل انسان وبتنص المادة 57 من دستور 2014 عن ان للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية والبرقية والالكترونية وحتى المحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وبيجرم تسجيل المكالمات الشخصية عبر الهاتف او التقاط فيديوهات او الاعتداء على الحياة الخاصة دون الحصول على اذن من النيابة او القاضي المختصة حسب الاحوال واذا تم تسجيل المكالمة دون اذن قاضي او بدون رضا المجني عليه يكون مضمون المكالمة المسجلة قد يشكل جريمة فان هذه التسجيلات لا يعتد بها قانونا ولا ينتج عنها اي اثر قانوني امام المحكمة وتعرض الذي قام بتسجيلها للمسألة القانونية التصنط وتسجيل المحادثات عن طريق الهاتف او اي وسيلة اخرى في اماكن قصة بدون اتباع الطرق القانونية يعد جريمة جنائية وفقا لنص مادتين 309 مكرر 309 مكرر الف ده من قانون العقوبات فبيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من اعتدى على فرمة الحياة الخاصة للمواطن وقام بتسجيل المحادثات او التقط صور وفيديوهات او جرت في مكان ما او حتى سجل اي مكالمات عن طريق التليفون وذلك في غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير الرضا المجني عليه ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة كما يحكم بمحو التسجيلات الحاصلة عنها او اعدمها تنص ايضا المادة 76 فقرة 2 من قانون تنظيم الاتصالات لسنة 2003 على انه مع عدم الاخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لتقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 20 الف جنيه او باحدهتين العقوبتين كل من تعمد ازعاج او مضايقة غيره باساءة استعمال اجهزة الاتصالات اذا القانون جرم فعل الازعاج او المضايقة المتعمدة فاي ازعاج او مضايقة تتم عبر جميع اجهزة الاتصالات يشكل جريمة طبقا للمادة سالفة الذكر فمن يقوم بارسال رسائل عبر شبكة الانترنت او على التليفون المحمول تحتوي على ازعاج او مضايقة لمستقبل الرسالة او المكالمة يكون مرتكبا لهذه الجريمة وفقا للقانون مشاهدين الكرام ومتواصلون معكم في تقطاع اخبارية على مدار الساعة لشاشة تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا على المتابعة والى اللقاء